صناعة سفن في الجزائر يعرفين تعاش متميز فبعد قرار سيد رئيس الجمهورية تم تشكيل لجنة وزارية مشكلة من طرف سيد وزير الداخلية وزير صيد البحري وزير صناعة وكذا سيد وزير النقل وتم الإفراج على عدة مشاريع من أجل دفع وإنعاش هذه الشعبة على مستوى 12 ولاية فكللت بتوسيع عقار على مستوى الموانئ الصيد لـ 15 المستثمر في ميدان بناء السفن وهذا بفضل تعاضد الجميع وفيه 11 مشروع آخر يعني أعطون للموافقة المبدئية على مستوى المناطق الصناعية وهذا في انتظار قانون الاستثمار حتى يشرعون في العمل وعندنا يعني مشاريع رهي متقدمة على مستوى ميناء زموري وعلى مستوى ميناء هنين فبإذن الله سوف نشهد أول سفينة صيد جزائرية كبيرة الحجم بـ 35 متر وهذا سوف يكون إنجاز لتعاونوا فيه كل القطاعات وهو ضمن مخطط عمل الحكومة